يقول عندنا يعني مطوع المسجد هو معين من قبل الوقاف يصلي بنا يقول إذا أخذ إجازة مثلا يوم أو يومين أو شي جابه إمام ثاني يقول لكن للأسف الإمام ما يصلي يقول شوفه يطرع مع أولاده وكذا شيء من هذا القبيل ما يصلي معاني يقول ما حكم الصلاة خلفه أبو محمد بارك الله فيك طبعا بالنسبة لإمام المسجد من حق أن يأخذ إجازة وهذا أمر مشروع ولله الحمد و أيضا قانون عند الجهة الراعية للمساجد يعطون إجازة هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للإمام الذي يأخذ إجازة و لا تجدونه معكم في المسجد فلتمسوا له العذر و أحسنوا به الظن فإن بعض إمة المساجد يقول إذا أنا صليت التفتوا الجماعي إليه يقولوا ليش هذا ما يصلي لأن ما كل أحد يدري أن أخذ إجازة فماذا يفعل يروح يصلي في مسجد ثاني و أنا أخبرني بعض الأئمة يقول أني أطلع سياتي و أروح أصلي في مسجد آخر لماذا؟ لأنه يقول في إحراج علي لما أدخل المسجد يشوفوني الجماع يعني يقولهم طوعنا ليش ما يصلي معانا لاحظت و لذلك أخوي أبو محمد نحسن الظن لأنه في الغالب أئمة المساجد طلاب علم و من أهل القرآن في الغالب يعني الأمر الثالث إذا والله ثبت يقينا بأن إمام المسجد بيته ما بينه و بين المسجد إلا مترين و لا يشهد الجماعة و يصلي في بيته لا شك بأنه وقع في خط عظيم يجب عليكم أن تنصحونه لله عز وجل و أن تبينون له بأن كون أخذ إجازة ما ينقطع عن صلاة الجماعة فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم قال من سمع الندى فلم يجف لا صلاة له إلا من عذر و العذر لا بد أن يكون شرعي و هذا الذي هو فيه الإجازة ليس عذر شرعي و بعدين ممكن أن يقنع جماعة المسجد أو يخبرهم والله أنا في إجازة و هذا مطوع جديد جايبين بدل عني أما يقعد في المسجد عفوا يقعد في البيت و الناس يصلون أنا ما أعتقد أن إنسان فعلا يعني لديه علم شرعي و لديه فقه يفعل مثلا هذا الأمر فإذا ثبت يا أبو محمد و تشوفون أنتم لاحظتوا بأنه فعلا لأنه ما بينه و بين المسجد إلا مثرين و يقعد في بيته لا يجب عليكم نصيحة فإذا انتصح الحمد لله إذا ما انتصح قلوا له اسأل المفتي اسأل أهل العلم يعلمونك و يخبرونك لأن بعض الأئمة قد يكون صوته جميل و حافظ لكن ما عنده فقه و هذا ليس دليل على أنه فعلا يعني بعض الناس يعتقد كل من كان صوته حسن يصرح للفتوى و يصرح للتعليم لا قد يكون صوته حسن و جميل لكن ما عنده فقه في الدين تخفى عليه أشياء كثيرة جدا و هذا من باب الاعتذار لهم و ليس القدع فيهم لا هذا من باب الاعتذار لهم فإذا والله استنصح طيب ما انتصح قلوا لا تصل بالعلماء إذا والله أصر على هذا و قال أنا عندي جازة و مسجدكم لكم و أنا أصلي في البيت لا أتخبر الجهة لأنا ما أعتقد الجهة المشرفة على المساجد ترضى بمثل هذا التصرف لكن أنا أرجع و أقول نحسن الضم بهم لأنهم في الغالب يقولون بعيدا عن الإحراج نصلي في المسجد اللي في الحي الثاني حتى نبتعد عن الإحراج و شيء من هذا القبل أو يأخذ عياله و يطلع فيهم مثلا للسوق يطلع فيهم في مكان ثاني يصلي في الطريق بارك الله فيك أبو محمد اشتركوا في القناة